دلوقتي عظيم في ناس مثلاً هحكي لك موقف حصل مع بنتي أنا شخصي جاء قلت لي يا بابا أنا عايزة أعمل ورقة اللي هي المرتبين ليه يا بنتي؟ عصلاً في باعة صاحبتي بتشتغل في بانك فهي عايزة تعمل تارجت فهتطلع لي بيزا تمام فهي مش محتاجة لبيزا تمام في الجالب دي بتبقى ساعات وسيلة لاستياض الطيبين والقانون ليحمل الناس طيبين تمام هل البنوك هنا فكرة تحقيق تارجت نتطلع كروت اقتمانية دي مهمة بالنسبة للبنك ولا بالنسبة للبنك المهم أن يكون العميل ملتزم بالسادات بكل مقاييس احنا محتاجين برضو تأسيساً أو دعماً لفكرة الشمول المالي الحقيقي يبقى المعاملات حقيقية ولكن دي احنا بنعتبره نوع من أنواع الغش الغش دوان سواء من المتسبب فيه سواء موظف البنك أو العميل لأنه برضو في بعض الأوقات نرجع لك ده أنا عندي سؤال عن الأوراق المضروبة اللي بيقدمها العمل بس أول خلينا ناخدها من فكرة موظف البنك بالضبط ففكرة برضو بكل مقاييسها برضو فيه إدارات للرقابة والتفتيش والاستعلام علشان الحد من هذه خلينا نتكلم احنا برضو في الأخير بشر طبعاً وهي بتبقى معزورة عايز تعمل تارجت خلينا نفكر برضو بفكرة بشرية أو نحط نفسها مكانهم ولكن دايماً أبداً لا يصح إلا الصحيح بتأكيد يعني عندي تارجت عظيم جداً بس التارجت ده ما يستلزمش أبداً أن أنا أتصرف تصرفات غير متضابطة وتصرفات مغلوطة وبالتالي أنا عندي التارجت ده ولكن بيحكمه ضوابط بيحكمه أن أنا أشتغل كويس أشتغل زيادة أفتح سواق جديدة أشوف شركات جديدة أشوف عملة جداد بس ده ما خلنيش أروح وأدرس أو أتوجه إلى عملة مش حقيقيين أو عملة لا يتوافقوا مع السياسة الاقتمانية للبنك وبالتالي دي برضو في هذه الأحوال القانون بيجرم هذه التصرفات واللواحد دخليه في البنوك بتجرم هذه التصرفات لا جدال يعني يعني يتصرف خار طبعاً طبعاً بيكون مقايز طيب الناس بتقدم أوراق للبنك علشان تحصل على اقتمان أحياناً ما بتكون هذه الأوراق أو أغلبها أحياناً مش بشكل عام يعني متزبطة مترتبة علشان يحصل على هذه الأموال تماماً يا ترى النتائج اللي بتحصل نتيجة اكتشاف البنوك إن الأوراق دي مش مزجوطة حسمع منك الإجابة بعد ما نتلعب تماماً